تشكل تقلبات سعر صرف الدولار أزمة حقيقية في العراق والتي بدأت تداعياتها واضحة على الوضع الاقتصادي منذ أواخر العام الماضي في ظل فشل جميع الحلول التي اتخذها البنك المركزي بهدف الدفع بأسعار العملة نحو الاستقرار فعلى مدار أزمة سعر الصرف شخص خبراء مليون العديد من الهفوات التي رافقت عمل البنك المركزي لمواجهة الأزمة منها عدم التزام سياسة تدعيم القطاع المصرفي الخاص وفقدان قنوات التواصل المباشرة مع المؤسسات المالية المصرفية فضلا عن تذبذب نسب التضخم ونسب الفائدة ليس هذا فحسب بل أن البنك المركزي العراقي أخفق أيضا بحسب مراقبين في تحقيق أهداف الخطة الستراتيجية المالية ووضع خطة غير قابلة للتطبيق نتيجة عدم وجود جداول زمنية لتنفيذها أيضا أخفق في سياسة المدفوعات الإلكترونية وما فاقم أزمة تقلبات صرف الدولار توقف مشاركة 70% من المصارف في العمليات التجارية الدولية بحسب بيانات مستقلة وعدم قدرة البنك المركزي على تحقيق آليات تساهم في مشاركة هذه المصارف واحتكارها بيد مجموعة من المصارف الأجنبية دون العراقية كذلك ضعفه في رسم سياسات ائتمانية حقيقية إذ بلغت نسبة الائتمان النقدي المقدمة إلى القطاع الخاص 10% من مجمل الناتج المحلي العراقي لا يتوقف إخفاق البنك المركزي عند هذا الحد بل أثبت ضعفه في تبني سياسة نقدية تراعي التوازن بين العرض والطلب الأمر الذي انعكس من خلال زيادة الكتلة النقدية المصدرة لتصل إلى أكثر من مائة وتريليوني دينار عراقي حيث أن ما يزيد عن 93% من هذه الكتلة خارج المنظومة المصرفية بالكامل ولا يمتلك المركزي أي قدرة أو سيطرة على استرجاعها دعونا نستمع لما قاله الخبير الاقتصادي رشيد السعب معروف أن هناك 4-5 شركات موجودة في المطار مقراتها فتعليمات البنك المركزي أن تأخذها للشركات التي هي بحدود 1200 شركة كانت تتحاطى الدولار وتسلم الدولار من البنك المركزي وتوسعى المسافرين هذه الآن توقفت أيضا أدى الطلب الزائد على الدولار وزيادة السعب في المقابل يؤشر مختصون فقدان المركزي العراقي السيطرة على أداء شركات الصيرفة وخضوعه لسلطة وقوة شركات الصيرفة المملوكة من جهات سياسية أيضا فشله في إدخال التقنيات المالية الحديثة إلى القطاع المصرفي وعدم قدرته على إيجاد آليات للتعاملات التجارية مع الدول الخاضعة بعقوبات ومحددات دولية وأمريكية ترجمة نانسي قنقر